اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب النهي عن الجسم والصورة من كتاب الكافي الشريف وفي هذا اليوم وفي هذه الحلقة نبحث حول الحديث السادس من أحاديث هذا الباب الشريف والإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقيم دليلين على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا صورة دليل من العقل ودليل آخر من النقل وحاصل الحديث أن يونس بن ضبيان وهو كان أحد أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جاء إلى الإمام ونقل له أن هشام بن الحكم يعتقد بأن الله جسم وقد ذكرنا فيما مضى أن هشام بن الحكم كان من المخالفين ولذلك كان يعتقد ببعض العقائد غير الصحيحة إلى أن التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام واهتدى على يد الإمام وبعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام علمه مسائل التوحيد وكان له القابلية الكبيرة فصار معلم التوحيد وله مناظرات كثيرة مع أصحاب الملل المنحرفة وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أنهداه للإيمان حيث كان الرجل قابلا لذلك فقد تربى في صفوف المخالفين ومن الطبيعي أن الإنسان يأخذ عقيدة آبائه وأجداده والمجتمع الذي يعيش فيه لكن إذا الإنسان حرك عقله وفكر ما سمعه من الآباء والأمهات والمجتمع هل هو صحيح أو ليس بصحيح واتخذ الأسلوب الأمثل بعض الأحيان الإنسان يعيش في بيئة تعتقد اعتقادا صحيحا ولكن يشد شدوذا يبدأ بالتشكيك ورافض كثير من الموروث الصحيح لخطأ في المنهجية ليس كل ما يعتقد به الآباء والأمهات هو من الباطل والكثير منه من الحق ولكن الإنسان إذا اتخذ منهجية صحيحة يعني الأسلوب الصحيح لمعرفة الحق من الباطل قد يرى أن كثير مما كان يعتقده أباؤه وأجداده الموروث الذي لديه كان باطلا كمثال على ذلك الجاهليون قبل الإسلام هؤلاء لم يكن كل ما يعتقدونه باطلا كثير من ممارساتهم كانت صحيحة والإسلام جاء وأيدها وكثير من الأمور كانت قد بقيت من ميراث إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فلذلك جاء الإسلام وأمضاها نعم الأمور الباطلة من شرك وكفر وعادات ذميمة وأخلاق ذميمة جاء الإسلام وغيرها أما التي كانت جيدة الإسلام أقرها على كل حال فهشام بن الحكم تربى في مجتمع المخالفين وفي ذلك الزمان المخالفون الكثير منهم كانوا يعتقدون بالتجسيم ولحد الآن الأتباع المذهب الوهابي أيضا هم في الحقيقة مجسمة يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى جسم وقد في بعض الأحيان يستعملون الألفاظ المختلفة ويتلاعبون في الألفاظ ولكن هذه حقيقة معتقدهم عندما يعتقدون بأن لله سبحانه وتعالى يد بالمعنى الحقيقي لليد والرجل بالمعنى الحقيقي للرجل وعين بالمعنى الحقيقي للعين فهذا هو التجسيم بعينه على كل حال وحينما تناقشهم يستدلون بآيات متشابهة من القرآن مع أن القرآن يصرح في آية محكمة ليس كمثله شيء وتلك الآيات المتشابهة إنما هي في الحقيقة مجازات وقد استوفينا البحث حول هذا الأمر في الحلقات الماضية نحن في بعض الأحيان بعض الأمور نكررها بشكل مختصر أو بشكل إشارة لأنه قد يكون بعض الذين يحضرون في المجلس أو يشاهدون المجلس عبر التلفاز قد لم يشاهدوا أو لم يحضروا في الحلقات الماضية فلذلك قد يكون بعض الأمور بحاجة إلى تكرار وإشارة مختصرة أو لأجل التركيز في الأذهان كما أن القرآن الكريم في بعض الأحيان فكرة واحدة يذكرها أكثر من مرة لتركيز تلك الفكرة في أذهان الناس لأن الناس ليس كل يوم يقرؤون كل القرآن فلذلك الأفكار الأساسية موجودة في كل صفحة من صفحات القرآن حتى إذا استمع الإنسان إلى قارئ من القرآن أو تلا آيات من القرآن الكريمة تلك الأفكار الأساسية في الدين تتركز في ذهنه وتكون موجودة في كل مقطع من مقاطع القرآن الكريم على كل حال فهشام بن الحكم التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام واهتدى فهذا الكلام قابل هدايته على يد الإمام الصادق يونس بن ضبيان يسأل الإمام الصادق عليه السلام ويقول إن هشام بن الحكم يقول قولا عظيما يعني هذا القول جدا هذا القول عظيم بمعنى أنه مخالف لأسس العقيدة الصحيحة إلا أني أختصر لك منهم حرفا يعني طرف من كلامه لأنه كان من المخالفين وإحدى كلماتهم تجسيم الله سبحانه وتعالى وإلا لهم كلمات كثيرة جدا تخالف القرآن وتخالف العقل يونس بن ضبيان ذكر طرف واحد من كلامه فزعم أن الله جسم يزعم أن الله جسم زيان شنو دليل على أن الله جسم دليل مركب من مقدمات خاطئة لأن الإنسان إذا كانت مقدمات خاطئة النتيجة أيضا تكون خاطئة شنو هي المقدمة الخاطئة زعم أن الأشياء قسمان جسم وفعل الجسم وهذه المقدمة خاطئة الأشياء جسم وفعل الجسم هذا بالنسبة إلى الأشياء المادية وإذا خرجنا عن الماديات هناك شيء ليس بجسم ولا هو فعل الجسم فعلى كل حال هشام بن الحكم كان قبل اهتدائه على يد الإمام الصادق يزعم أن الأشياء قسمان جسم يعني مادة وفعل الجسم يعني حركة المادة اليد جسم وهذه اليد لها أفعال يعبر عنها في المنطق بالعرض يعني حركة اليد هذا عارض على اليد وهناك الأعراض تسعة حسب المشهور هذه تطلب من علم المنطق وعلم الحكمة على كل حال فيقول الأشياء قسمان جسم وفعل الجسم يعني جوهر وعرض زين الله سبحانه وتعالى ليس عرضاً ليس فعلاً لجسم يعني هناك يكون جسم وفعل هذا الجسم يكون هو الله ليس كذلك هذا بطلانه من البديهيات إذن يزعم أن الله جسم زين عندما تكون المقدمة خاطئة تكون النتيجة أيضاً خاطئة عندنا في المنطق الصناعات الخمس يعني أنت عندما تبني نتيجتك على مقدمات باطلة تكون تلك النتيجة باطلة مثلاً الآن نهار مثلاً إذا واحد قال الآن ليل إذن الآن يخيم الظلام في كل مكان زين إذا كانت المقدمة وهو الآن ليل مقدمة باطلة لأنه كان نهار مثلاً فالنتيجة وهي أن الظلام يخيم الآن في كل مكان هذه النتيجة أيضاً تكون باطلة فعلم الصناعات الخمس يبحث عن الحقائق التي تكون من اليقينيات حتى تكون النتائج التي تترتب عليها نتائج صحيحة في بعض الأحيان صورة الاستدلال لا يكون فيها خلل لكن مادة الاستدلال يكون فيها خلل الحقيقة التي لا يستعملها هي ليست بحقيقة وإنما هي مغالطة زين هذا الكلام ابتني على مقدمة باطلة فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل يعني الجسم زين إهنان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقيم دليلين على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فيقول فقال أبو عبد الله عليه السلام ويحة كلمة ويح باللغة العربية عندنا كلمة واو وياء هذه الكلمة واو وياء إذا ألحق بها اللام ويل يصير ذم ويل للمطففين هذا ذم لهم ومن مصاديق الويل بئر في جهنم هذا من مصاديق الويل وقد يلصق بكلمة الواو بحرف الواو ولياء حرف الوايح هذه الكلمة كلمة استعطاف وترحم على الطرف المقابل يعني أنت ترى إنسان يفعل فعل هذا الفعل يؤدي إلى ضرر كبير لهذا الشخص تقول ويحح تستعمل هذه الكلمة استعطافا له لا لذمه تقول أن هذه النتيجة هذا الفعل يوصله أو هذه العقيدة توصله إلى نتائج غير محمودة وقد يلحق بالكلمة كلمة سين يقال ويس هذه الكلمة ويس عادة تستعمل في مداعبة الأطفال الصغار تدليعهم حسب تعبيرنا ويس على كل حال فالإمام هنا قال ويحة كلمة استعطاف أن هذه العقيدة الباطلة تسوقه إلى النار لأن من كان يعتقد في الله عقيدة باطلة لا يكون من أهل التوحيد الحقيقي ويحح ولعل الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الكلام حتى يصل إلى هشام ويهتدي وبالفعل بعد ذلك التقى بالإمام واهتدى ويحح أما علم أن الجسم محدود متناح والصورة محدودة متناهية فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا هذا الكلام يتضمن دليل على نفي الجسمية من الله سبحانه وتعالى الدليل هو أنه الجسم قابل للأجزاء أن يتجزأ إلى أجزاء والعلم الحديث أثبت أن مثلا جسم الإنسان مركب من خلايا والخلايا مركب من ذرات وكل شيء في هذا الكون مركب من ذرات هذه الذرات طبعا لا ترى بالعين وأيضا كما قرأت في تقرير لا ترى بالمجهر لأنه حينما يسلط عليها المجهر يجب أن يكون نور وهذا النور هو أيضا ذرات فلا يمكن رؤية الذرة بشكل مجرد وإنما بطرق علمية عرفوا الذرة وعرفوا مكونات الذرة والذرة لها أجزاء نواة المركزية مركبة من شيئين وهناك إلكترون أو إلكترونات تدور حول هذا المركز في كل ذرة زين وطبعا العناصر المختلفة تتشكل نحن عندنا أكثر من مائة عنصر من العناصر في الكرة الأرضية كالذهب والحديد مثلا والتراب والملح وما إلى ذلك من عناصر مختلفة التي كل الأشياء تتركب من هذه العناصر هذه العناصر ترتبط بعدد الإلكترونات فكلما كانت الإلكترونات أكثر كان هناك نوع آخر مثلا الملح له إلكترون واحد كما يقولون وكما قرأت في تقرير لكن الذهب فيه أكثر من مائة إلكترون ولذلك وزن الذهب ثقيل باعتبار أنه كل ذرة منه تتشكل من أكثر من مائة إلكترون والملح وزنه خفيف باعتبار أنه مثلا يركب من كل ذرة من فيها إلكترون واحد على كل حال هذا بحث علمي والذين يدرسون الفيزياء هم أعرف منا بهذه الأمور زين كل جسم مركب إذا كان مركبا فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى أجزائه لو لا تلك الأجزاء لم يكن موجودا يعني أفرض أنت الآن شوف نفسك وشوفني أنا مركب أنت مركب مركب من أي شيء مركب من روح ونفس وجسم وهذا الجسم شنو هو مركب من رأس ورقبة ويد ورجل وهكذا من أعضاء فأنا أحتاج إلى هذه الأعضاء يعني أنا أحتاج إلى يدي أحتاج إلى رجلي وأنا غير هذه الأعضاء لأن هذه الأعضاء هي أجزاء وأنا الكل كل هذه الأجزاء أنا فأنا أحتاج إلى هذه الأعضاء وهكذا كل جسم كل جسم يحتاج إلى لوجوده يحتاج إلى أجزائه زين إذا أنت قلت إحنا عدنا جزء لا يتجزأ وهو بحث مفصل والعلم الحديث لحد الآن حسب معلوماتي لم يتوصل إلى هذا الأمر أن هل يوجد هناك جزء لا يتجزأ أو لا يوجد كذلك وهل الإلكترون مثلا والنواة المركزية هل هذه لها أجزاء أو ليست لها أجزاء لا ينفي ذلك العلم ولعله سيثبت أن هناك أجزاء أصغر من أجزاء الذرة فلنفرض أن هناك جزء لا يتجزأ زين إذا كان الله سبحانه وتعالى جسما وهو لا يتجزأ فمعنى ذلك أنه يكون أصغر الأشياء وإذا لا هو كبير جدا بمعنى أن له أجزاء كثيرة هو محتاج إلى تلك الأجزاء لأن الكل يحتاج إلى أجزائه وإلا لم يكن كلا وإذا كان محتاجا فهو ليس الرب ليس الخالق لأنه المحتاج يحتاج إلى من يرفع نقصه لأنه ناقص المحتاج شنو معنى؟ المحتاج معنى أنه ناقص وإذا كان ناقصا يحتاج إلى من يرفع نقصه فإذا احتاج إلى من يرفع نقصه لا يمكن أن يكون هو الذي أوجد كل الأشياء الذي أوجد كل الأشياء بهذا النظام المتقن هو لا يحتاج إلى غيره ولا يحتاج إلى شيء آخر وهو موجود بدون علة من الأزل موجود فكيف هو يحتاج إلى غيره وهو من الأزل موجود؟ لا يمكن ذلك بل إذا احتاج إلى غيره وغيره هو الذي يرفع حاجته فذلك الغير هو الأولى بالألوهية وهو الأولى بالربوبية فإذن إذا كان الله سبحانه وتعالى جسما حسب ما يزعم هؤلاء معنى ذلك أنه مركب لأن الأجسام مركبة وإذا كان مركب من أجزاء يكون هو محتاج إلى تلك الأجزاء واحتياجه إلى تلك الأجزاء نقص وهذا لا ينسجم مع ضرورة الوجود وعدم احتياج الوجود إلى علة لأنه نحن كما ذكرنا في الحلقات الماضية الله سبحانه وتعالى وجوده ضروري أو حسب ما يقولون وجوده واجب ضروري يعني لا يحتاج إلى علة والوجود الذي لا يحتاج إلى علة هذا أزلي بمعنى أنه لا يسبقه عدم بأن لم يكن موجودا ثم كان كلا لأنه إذا لم يكن موجودا ثم كان يحتاج إلى من يخرجه من العدم إلى الوجود يستحيل ببداهة العقل أن يوجد الشيء صدفة زين فإذا كان جسما يكون مركب وإذا كان مركبا يحتاج إلى أجزائه فلا يكون ضروري الوجود بل يحتاج إلى شيء آخر يرفع حاجته لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ويحه أما علم أن الجسم محدود متناه لأن الجسم له أبعاد ثلاثة الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق زين الشيء إذا إلى طول وعرض وعمق يستحيل أن لا يكون متناهيا يتناهى ولذلك حتى العلم الحديث لا يتمكن من إثبات موجود غير متناهي يقول كل الموجودات متناهية زين إذا إلى جسم إلى أن يوصل إلى جسم آخر ينتهي لأنه ذاك جسم آخر أيضا ويستحيل أن يتداخل الجسمان فينتهي عند حد جسم آخر كل جسم محدود متناه والصورة محدودة متناهية لأن الصورة شنو هي هي حدود الجسم فإذا الجسم كان محدود الصورة أيضا تكون محدودة فثم بعد ذلك الإمام يقول فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان يعني أكثر من ذلك الحد يكون زيادة أقل من ذلك الحد يكون نقصان أفرض أنت شوف نفسك وشوف جسمك زين هل كان يمكن أن أنا أكون أضخم من هذا الجسم الذي عندي نعم كان يمكن وهل يمكن كان يمكن أن أكون أنحف من هذا الجسم الذي عندي وأصغر نعم زين فكل محدود متناهي يحتمل الزيادة ويحتمل النقصان فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى هذه المكونات التي تكونه زين أنا لي يد وأنت لك يد يمكن هذه اليد أن تقطع يمكن هذه الرجل أن تقطع يمكن هذا الرأس أن يقطع فاحتمل النقصان ويحتمل الزيادة أيضا بالنمو واحد نحيف بكثرة الآكل مثلا يسمن أو صغير بمرور الزمان يكبر فهذا يحتاج إلى أجزائه وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا لأنه يكون محتاج إلى أجزائه ويحتاج إلى من يرفع النقصان عنه ورفع النقصان عنه يستلزم أن يكون ذلك الرافع للنقصان هو الخالق هو الإله لا هذا الذي يحتاج فإذن هذا هو الدليل الأول وهو دليل عقلي وحاصله أن الجسم مركب من أجزاء يحتمل أنه الأجزاء تصير أكثر يحتمل أن الأجزاء تصير أقل فهو يحتاج إلى تلك الأجزاء وإذا احتاج إلى أجزائه كان ناقصا في مرحلة ذاته فلا يمكن أن يكون ضروري الوجود لأن ضروري الوجود بمعنى أنه أزلي لا يحتاج إلى شيء هذا هو الدليل الأول ثم بعد ذلك الإمام يذكر دليل آخر يقول إذا الله حسب زعم هؤلاء كان جسما وتعالى الله عما يقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى جسما وهو يحتاج إلى أجزائه فلماذا هو صار الرب والبقية مربوبون ما الفرق بينه وبين غيره إذا هو جسم البقية أجسام لماذا هو صار الخالق والبقية مخلوقين هذا استدلال بدليل نقلي في الحقيقة لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء لأنه إذا كان مثل الأشياء لماذا هو يكون الصانع وبقية الأشياء يكونون المصنوعين زيان يعني مثلا بعض عباد الأصنام أو عباد الأشياء الأخرى زيان نسأله نقول هذا الصنم اللي أنت تعبده هذا الصنم مادي من حجر وأنت إنسان جسم أيضا من لحم ودم لماذا هو يكون الرب وأنت مو الرب يعني ادعاء فرعون مثلا أنا ربكم الأعلى والدعاء نمرود الذي كان يقول هو الرب وهو الذي يحي ويميت هذا ادعاء أقل سخافة من ادعاء عبادة الأصنام لأن الصنم أنت صان عبيدك فلماذا هو يكون الخالق وأنت المخلوق يكون هو الرب وأنت مربو الأمر بالعكس أنت صنعت بهذه الكيفية يعني أعطيت الصورة وإلا المادة وأنت ما خلقتها زيان كلام فرعون أقل سخفا من كلام عبادة الأصنام طبعا كلام فرعون أيضا سخيف لماذا هو صار الرب لأنه هو الذي عند القدرة يعني مثلا إذا واحد قام بانقلاب عسكري عليه ذلك يتحول إلى الرب ويتحول إلى الخالق وفرعون يتحول إلى المخلوق إذن فالدليل الثاني على بطلان التجسيم في الله سبحانه وتعالى أن الله لو كان صفاته كصفات المخلوقين ومن صفات المخلوقين الجسمية لم يكن أولى منهم بالربوبية وبالخالقية لماذا هو الخالق وهم ليسوا الخالقين والقرآن يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله لا يوجد مثله شيء لذا صار الخالق الله سبحانه وتعالى هو الأول ليس له بداية بقية الأشياء لها بداية لذا كان الخالق الله قدرته مطلقة غير محدودة الله غير متناهي بقية الأشياء محدودة عاجزة لذلك هو صار الرب وهي المربوب صار الخالق وهي المخلوق الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وبقية الأشياء تجهل وإذا لها علم فإنما هو علم قليل جدا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلذلك صار هو الرب وهي المربوب والسنخ علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن سنخ علمنا لذا الإمام عليه السلام يقول لو كان كما يقولون من كونه جسما لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق ولا بين المنشئ والمنشأ الخالق والمخلوق والمنشئ والمنشأ الفرق بين الجملتين أن الخالق والمخلوق هنا بمعنى المقدر والمقدر لأن التقدير من الله وبعد التقدير الإيجاد هنا يراد بالخالق والمخلوق يعني المقدر والمقدر الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر بعد ذلك وبين المنشئ والمنشئ المنشئ يعني الذي أوجد يعني الله أول الأمر قدر ثم بعد ذلك أوجد زين لازم بين المقدر والمقدر والموجد والموجد لا يكون فرقا لكن هو المنشئ الله الذي خلق فلابد أن يكون هناك فرق بينه وبين الموجودات المخلوقة في كل شيء لا يشتركون معه في أي شيء من الأمور وحتى إذا بعض الألفاظ أطلقت على الله وأطلقت على غير الله ذكرنا هذا من باب ضيق اللغة وإلا المعنى في الله غير المعنى في المخلوق يعني حينما نقول زيد عالم ونقول الله سبحانه وتعالى عالم صحيح الكلمة أطلقت على غير الله وعلى الله سبحانه وتعالى ولكن في الحقيقة بمعنيين لأن علم الإنسان بمعنى حضور صورة الشيء لدى النفس أنت صور الأشياء تحضر لدى نفسك فهذا يعبر عنه العلم أو إذا أردنا أن نعبر التعبير الروايي وهو التعبير الأصح هو نور نور باطني كما أن النور الظاهري حينما يشرق أو يصطع على الأشياء أنت ترى الأشياء كذلك هناك نور باطني يصطع على الأشياء فأنت تدرك الأشياء وهذا الإدراك يعبر عنه بالعلم فعلمنا حصولي حسب التعبير المنطقي لكن علم الله سبحانه وتعالى ليس بحصولي ولا حضوري كنه علم ذات الله سبحانه وتعالى مجهول لدينا والمقدار الذي ندركه من علم الله سبحانه وتعالى هو أن الله ليس بجاهل أما شنو حقيقة علمه ما ندريه هناك اختلاف حقيقي بين علم الله وبين علمنا وإذا أطلقنا لفظ الموجود على الله سبحانه وتعالى وأطلقنا لفظ الموجود على سائر المخلوقات فأيضا بمعنيين وجود الله سبحانه وتعالى يختلف عن وجودنا لأنه ليس كمثله شيء وجود الله لا يمكن أن يكون مثل وجودنا من سنخ آخر من الوجود ولكن لا ندرك حقيقة ذلك السنخ نعم ندركه بعض آثار وجوده سبحانه وتعالى كما مر تفصيله في بعض الحلقات الماضية فإذا الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات في أي شيء طبعا بين قوسين هذا ليس بمعنى إطلاق اللافظ العالم مثلا على الله بالمعنى المجازي لا ليس بهذا المعنى وإنما ذكرنا في علم الأصول أن هناك إرادة جدية وإرادة استعمالية بالإرادة الاستعمالية اللافظ استعمل بنفس الاستعمال العرفي ولكن بالإرادة الجدية لا يراد ذلك المعنى اللغوي والعرفي فهذا كلام مرتبط بعلم الأصول إذن الإمام يقول لكن هو المنشئ فإذن لأنه هو الخالق ونحن المخلوقون فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه وبينه سبحانه وتعالى بين الأجسام أكو فرق وبين الله الأجسام جسم الله ليس بالجسم الأجسام لها صورة الله سبحانه وتعالى ليس له صورة الأجسام مخلوقة والله سبحانه وتعالى هو الخالق إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبهه شيئا فإذن بقية الأجسام والله سبحانه وتعالى ليس بالجسم هناك أيضا أحاديث أخرى في هذا الباب حول نفي التجسيم ولكن معاني هذه الأحاديث موجودة في الأحاديث التي شرحناها نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر